مرحبا بكم من ملفات الحقائق الأربع الجمعة هذه عودة على عصابات الحرقة مش مش نعاود و نحكيه كما العادة على الناس يتاخلوا فلوس و تحرق العباد و إلى غير ذلك حكينا عليها كذا مرة لكن المرة هذه مش مش نحكيه لكم على الناس يتاخلوا فلوس و تتحيل على الناس أنها مش تحرقهم و عمرها ما تحرقهم خلينا قدم لكم ساعة جملة هذه الأرقام اللي عنا على الحرقة من السواحل التونسية آخر تحيل يرجع النوفمبر اللي فات المحاولات عددهم قرابة 80 ألف حاولوا يحرقوا عام السنة حتى النوفمبر اللي وصلوا 16 ألف و 600 والوفيات 1300 وهذه الأرقام أرقام مبدئية السوم اللي وصلنا له في الأشهرة الأخيرة مبينات خمسة إلى ثمانية ألف دينار و نحكي لهنا تحديدا على عصابات الحرقة الفيك الحرقة الكاذبة اللي عمرها ما تصير شو أريكم في تحقيق الحقائق الليلة كيفاش فما كوميتا فيها 17 واحد اتحيلوا عليهم في 150 مليون عمرهم ما هم بش يوصلوا لطاليان كما كانوا يحلموا من الطرق العديدة المتعددة بش نلقاوا مثلا أنه يهزوهم من سوسة حتيكش الحمامات يعني بيهم دورة في البحر ويهبطوهم في الحمامات وإلا يلوحوهم في واحدة من الغابات بعد ما يلهفولهم فلوسهم ثم بتشوفوا في التحقيق كيفاش أنوا الحرقة بكل معنتها أريحية يقوموا بعمليات الإشهار على التيك توك مثلا أنه ذا يمصور مطور الحرقة وهو كقال لك ناقصين خمسة من سفيقس تقبل ولا نقبل ضامن كينك يبدأ جروب باش يحرق الشبيبة للطاليان كيفاش تتم لهفة الفلوس متاع الناس الحالمة بالحرقة وعمرهم ما يحرقوهم تحقيق الحقائق الأربع جمعة هذه